بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله الرحيم ورحمة الله الرحيم اهلا بكم نكمل مع بعض كلها شباب عن الامسكيو بلوك 3 وهنتكلم على ليكتر 3 بارت 2 سابداية The best definition of the gene is أفضل of edema is a 7 The best definition of edema Increased fluid inside the cell لا غلط Collection of blood fictitious base Increased fluid The best definition of blood fictitious base زيادة fluid سواء في كيشوس base أو في الـ body cavities كما نسميه edema يبقى الإجابة C Which of the following Doesn't lead to edema حاجة من دول ما تعملش edema بيجيب لي أسباب الedema ويعكس لي واحد منهم Increased plasma colloid osmotic pressure آه هي دي لأن لو زاد البلازما osmotic pressure البلازما هتفضل وقفها دول blood vessel لكن هو لما يقل الاثمotic أو colloid pressure البلازما تطلع برضه طب زيادة قادر يعمل edema زيادة The capillary vulnerability هتفتح الباب وتصرب المية وتعمل edema include the capillary hydrostatic pressure ستطلع بلازلة كثير عشان زيادة الضغط لمثاة The obstruction مش هيصرف اللي بره يبقى رقم ايه هي اللي ما تعملش edema هي العكس An example of garras the edema is garras the edema يا أكلي يا أورجن فاشن فاحنا عندنا هنا renal edema renal edema which of the following isn't equal of generalized edema لسه قيلين generalize يا أكلي يا أورجن فاشن فلما يقول لي عندنا فيه مشكلة في الهار rise in hyper failure أو مشكلة في الكيدني أو في الليبر ده يعمل generalize edema لكن inflammation تعمل لوكان ما كان لدي هداف بس اللي يحصل فيه edema edema due to plasma decreased plasma osmotic pressure ايه حالة من القناة دي اللي تقلل بلازمة osmotic pressure هو liver disease لأن liver disease بيقال من تصنيع البروتين ونقص البروتين بيعمل edema لإما يكون عندنا البروتين ما هيكلنوش أصلا دي nutritional edema لإما يكون عندنا البروتين الليبر ما صنعهوش يبقى دي الهباتيك edema لإما يكون البروتين تقاتله ولزل البروتين من الجسم أو خسره الإنسان عن طريق بيورينت أو عن طريق البسطول سواء الرينا الدزير أو الماء افضلش ina sarca means ina sarca معناها ايه severe and generalized edema edema بتحصل في كل الجسم وبيجيب السيرة السابت the term ina sarca is used to win edema بتكون generalized لما تكون في كل الجسم ina sarca means ina sarca هقول ثاني نحن عندنا extensive generalized edema involving subcutes تحت الجلد او ماشي تحت الجلد وجاب السيرة الساك وجابه في كل مكان which of the pholome is the cause of mal nutrition edema mal nutrition يعني سوق تراضية فيقل البروتين فيقل plasma osmotic pressure decreased plasma osmotic stress edema due to lymphatic obstruction ايه الحاجات اللي ممكن فيه في الليمفاتيكس عندنا اشهر حاجة هنا irradiation لكن ممكن لو فيها في الاليازس ممكن لو فيه inflammation ممكن لو فيه cancer وعمل ممكن لو التينيل مثلا صغارة كده ومولودة بلمفاتيكس مقفوضة lymphatic edema is present in the pholome except كل دي حالات lymphatic edema ما عادة اكيد كون جسد ماشى العضرة القلب مانوش دعوه باللمفاتيك لكن الفلارية اللي هو ده الفيل خصوص ال irradiation والكانسر ولما نشيل المفروض في العمليات الجراحية وبعد كده نبدأ ان احنا منعمل رابط لللمفاتيكس كل ده يعمل المفاتيك وبستراكشن which of the following is responsible for edema in a patient with right-sided heart failure اللي عنده right-sided heart failure بيحصل condition في كل الorgans فيزيد increased hydrostatic pressure وده عندنا increased hydrostatic pressure هو المسؤول cause of localized edema include all except ليبقى كل دون local وهو عايز واحدة مشتبعهم اللي مشتبعهم يا أكل يا أورجان فاشل فاحنا عندنا congestive heart failure دي جانرالايد fluid collection in the pleural cavity is called في اللورة يبقى hydrothorous non-pitting edema الإدمة اللي ما بتعلمش الإدمة اللي ما بتعلمش بنسميها هارد إدمة وهم اتنين يئمة الإدمة بتاع بالـ IR دي ما لهاش دعوة بالـ hemorrhage heimatoseal means hemorrhage into heimatoseal يعني النذيب فين في التونيكا vaginal loss of small amount of blood repeatedly فقدان كميات بسيفة من الـ بشكل متكرر الجسم ما بشغلش باله قوي زي ما اتفقنا وده يحصل anemia الجسم ما بشغلش باله بإن ياخد كومبنساكولي ميكانيز 40-year-old man noticed 10-point hemorrhage قد نقطة بالقلم كده نقطة مظيف around the orbit of his eye حوالين عينه H spot is about 1 mm 1 أو 2 mm ده بيبقى اسمه بتيكيان hemorrhage أكبر شوية افيربرا لو بالسانتي بقي كتنوذيس لو عامل ناس مكانك على يبقى هيماتون picture 4 The following is an example of Infective Arthritis Infective Arthritis يبقى لو Arthritis معدى في abscess مع الأكيوت وإحنا اتفقنا Arthritis معدى على منطقة فيها Acute Inflammation يتصب بأكيوت Inflammation زيها Arthritis معدى على منطقة فيها Chronic يتصب بأكيوت بيتصب بأكيوت بيتصب بأكيوت بيتصب بأكيوت بيتصب بأكيوت Polly Arthritis Polly Arthritis is due to Polly Arthritis هو Immune Mediated Reaction الإنفلاميشن متاع الأرثري لو ما كانتش بسبب الإنفكشن تبقى Immune Mediated All of the following are true about Polly Arthritis ندوذة except complicated by aneurysm may affect the coronaries fibrosis present around the lesion single medial may rupture هو حتى اللي مش مذاكر Polly Arthritis يعني Arthritis كتير ماينفعش يكون single ده الحاجة بصحة Which of the following disease is directly related to the smoking السموكين السموكين هو Perger's disease or thrombongitis of the clans مرض يهود Perger's disease Affect التدخين يقضي على الأفضر واليابس الأرثري والذينز والنيربس حتى كمان يبقى له في The Above All are characters of Perger's disease except often cause thrombosis in vertebral arteries هو بيأثر على نوع لم عموما صح صح مفيش وراثة بقضي غلط ده هو من أهم الحاجات اللي مرتبطة بالوراثة يبقى الإجابة C Which one of the following is characterized by granuloma formation الجرانيلوما كانت بتاعة Timberal Arthritis أو Giant Cell Arthritis حتى تقولي G مع الجي جرانيلوما مع Giant Cell Arthritis The communist artery affected by Giant Cell Arthritis أشهر artery يتأثر بال Giant Cell Arthritis هي Temporal Arthritis اللي موجودة على Side of the skull Atherosclerosis 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 الواطنية All of the following are considered as a major risk factor in atherosclerosis except كل ده major معادة cigarette smoking elevated HDL زيادة الدهون الكويسة لأني مش معانا طالص ولا major ولا minor ديابيتس مليتس سكر وضغط زيادة التروستيرول كل صح معادة رقم دي Which one is modifiable major risk factor for atherosclerosis حاجة من دول Modifiable Genetic Age Hydrogenato ولا سنه ولا جنسه ويبقى راجل وقلب ولا Hyperlipidinia طبعاً هو احنا نحن نحن نقول بها Hyperlipidinia رغم دلوقتي في ناس بتقلب يعني Atherosclerosis is characterized by all except Atherosclerosis very common A Affect Arthritis and Vain غلط هو Affect the Arthritis يبقى الإجابة B لكن الhypertension هو risk factor والLevel بتفتراكم والThrombosis هو المست common complication يبقى الإجابة رقم B هي اللي غابة وتشوف The Falleum Is not true for Atherosclerosis حاجة من دول Not true مش صح فيما يفصل Atherosclerosis Common in the Aorta صح complicated by thrombosis صح predisposed to aneurysm صح hereditary صح More common in females بقى غلط ده بتاع الرجالة الفيميل لما يبقى يعدوا سن الياس The following Doesn't predisposed to Atherosclerosis حاجة من دول ما تعملش Atherosclerosis hypertension diabetes rheumatic heart disease high fat diet الروماتيس روماتيس مروش دعوة حتى ذا روماتيك هارت روماتيك هارت والأtherosclerosis بتاع الأرثري Which of the following is not a predisposing factor for atheroma حاجة من دول ما تعملش Atherosclerosis cigarette smoking hyper lipidemia female 6 أو الفيميل تمرد بتاع المير The key features of atherosclerotic flex are ايهو الحاجة الرئيسية Intimal thickening and medial thickening with libit accumulation Intimal thickening with libit accumulation artificial thickening with libit accumulation ولا Intimal thickening with HDL لا هو مش HDL فحنا فوق الانت ما تخينا وفي libit accumulation جوه الإجابة B Pathological features of atherosclerosis include all except The pathological features بتاع الأtherosclerosis fatty streaks يعني فيها fat Mesh Atheromatous flex صح Highline thickening The protein and hyaline مش علاقة يبقى الإجابة B ممكن يحصل thrombus and calcification وكان نوع من المضاعفات الإجابة هنا C منهج لعب الموضوع Intimal thickening Atherosclerosis أي اللي متراكم عندنا فيه acclimation libit وسموس muscle وفيه Fibra station كل ده The presence of foamy macrophage in the arterial characteristics of foamy macrophage يعني أي سلب هتكون أكلة fat سواء كانت macrophage أو مونوسايت متحولة أو smooth muscle يبقى اسمها foamy macrophage يبقى ده مميز بالأكرو It's like this Which of the phoenix is least likely to play a role in atheroma development حاجة ضرها ضعيف في الأثرومة أو بقى الإجابة neutrophiles السؤال ده تريد مارك المنصورة ياه Atherosclerotic blacks are affected to the following several clinical imported changes rupture أوه كلهم بيحصل فيهم rupture وهموريج عادي وأثيرو أثيرو 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 كلمة ما بتتقلش أثيرو يعني ممكن نقول fat embolism في كل العالم لكن عندنا هنا في المنصورة بنقول أثيرو اللي هي الفاف اللي خرج من الأثروميتاس وأنيوريزم فورميشن فالإجابة إيه؟ طب ليه مش أختار بيه؟ بيه عندنا قال لي rupture وهموريج وأثيرو أثيرو أمبوليزم زي اللي فوقها في الظبط لكن قال لي بريكوز فين حضرك أنا بتكلم على أثيرو سكيلروزيس يبقى أنا بتكلم على أمراض بيسيب الأرثير الفين دي ما نهاش دعوة rupture وهموريج وهموريج وإيه الإمبوليزم لا هي أثيرو إمبوليزم complete resolution يعني ممكن تتحسن من نسبة 100% لا ماكش حاجة اسمها للأثيرو سكيلروز تتحسن فيه دهون وفايبراستشوك كونات وخلاص ده أحسن للفروض أن يبقى بوضع كما هو عليه هاموريج فيدلاك وراب شروفات إمبوليزم هي في الكوليات الثانية تنفع لكن في المنصورة ما تنفعش يبقى الإجابة إيه the most important complication of atherosclerosis أهم complication هو thrombosformation تكوين الجلطان 60 year old man who was a heavy smoker مدخن and not practicing exercise ومدعبش رياضة وعنده ischemic heart disease واحد مدخن ومدعبش رياضة وراجل وكلت في السن يبقى أكيد عنده أكله اسكلروز ديكتر 5 the complex type of aneurysm is الشهر سبب هو الاثيروميتس أو الاثيروس في ريانيوريزم ده نوع من إيه congenital aneurysm يكن بيجي في السيرفل ميكوتك أنيوريزم أكير in the following disorder الميكوتك أنيوريزم ده بتاع السبأكيو بكتيريال اندوكاردايس في أسئلة كده يا مذاكر يا لأ ما فياش تقليقكم كتير ولا فياراني كتير مايكوتك أنيوريزم مايكوتك أنيوريزم مايكوتك أنيوريزم ممكن يحصل بسبب إيه؟ سبأكيوط بكتيريال اندوكاردايس لما بيكون سؤال تكرر في المتحد مرتين بشكلين مختلفين أنا بكرر نفس السؤال تاني في الأسئلة بتاعي فيه حاجات في السؤال ممكن تكون مش عارفها لكن الابي فيستولة الأنيوريزم اللي في الوصلة اللي بين الأرتري والبين ماينفعش رؤون عليه ثلاثة أنيوريزم which of the following is not a true aneurysm أثروميتس أنيوريزم مايكوتك أنيوريزم سفيلاتيك ديسكتينج كونجنيتال الديسكتينج أنيوريزم لأن الدستكتينج عندنا الجدار بيتشاء وتلاقي البلد داخل جواه فدا شكل مختلف من الأشكال الأنيوريزم regarding aortized Dissection which is not true medial damage at the main underlying defect أو في الاورتدسكتين الميديا بتتدمر وتتشق اتنين جزء انر وجزء اوتر جزء داخلي وجزء خارجي والله يا كلمة انفيرنال هيموليج مش صح قوي لكن احنا نركلها على جنب شوي لا مش مرتبط بي دم يحصل له فايبروزي صح هو اشهر نوع لا احنا عندنا هو اشهر نوع فهنا نقطة سي ممكن تنفع ونقطة اي ممكن تنفع طب انا لو جالي في الامتحان سؤال زي ده مين اللي يكون اقوى عندنا في الاختيارات الاقوى هو اي لما يقول لي ان الديسكتنج انيوريزم هو الكمونس تايب اوف اورتيك انيوريزم دي غلط بنسبة 100% الاثروميتس هو الاشهر لكن هنا نقطة سي ممكن اعديها شوي وبي ممكن اعديها شوي انه الانترنال هيموريج يعني البلد خرج مثلا من الجدار الاورتيك لما ربشا دخل على حاجات جامجه زي الفلورة او زي البريكاردي طب ممكن اعديه الاثرسكولولز من يعمل اورتيك ديسكشن برضه هو يجايز الاثرسكولولز خل الجدار بعيد شوية فيتشق اسهل وان كان لو سي جات لوحدها في الاختيارات اختارها لو ايه لوحدها في الاختيارات اختارها لكن لما خيرني بين الاثنين فانا اخترت المعلومة الاكثر خطأا ان الانترنال هيموريج هو الكومنس طيب بتاع الاورتيك انيوريج اثروميتس اورتيك انيوريج يجي في الابدوم من الاورتي من تحت مستوى الرين الارتش فاريكوز ألسر الفاريكوز ألسر هو كل ده صح لكنها بريكوز بتقلب بكنسر او صح هي بتقلب بكنسر يبقى الإجابة بي طب وان كومبليكيشن للتومرار ارتري انيوريزم الفاريكوز بتاع الفينز مش بتاع الارترس يبقى دي غلط موبليتير ارتريتس برضه هي بتاع الفينز مش بتاع الارترس وان كومبليكيشن للتومرار دي هي مبجيش عند الفينرار التومر ده في الفاخد والمنطقة فيها يعني منطقة استمويتس وبلات كتير وفي سلز كتير فصعب انيحصل ألسر لكن هي بتيجي تحت عند منطقة الميديا الماليوس ده فولونج انيوريزم أكير اندى ابدومينال أورتة اللي محصل في الابدومينال أورتة هو الاتيروميتس نطق كومبليكيشن اف انيوريزم فريشر فرومبوزيس امبوليزيشن ماليجنانسي رابشا مالوش دعوة بالماليجنانسي ما يعملش سربرال ساب أكيوت باكتيرا اندوكارديتس تعمل مايكوتك ولو حد تفكر سربرال سي ما سي اي ام اي فليه عندنا مايكوتك هايبرترشن يعمل ده انترا سربرال مايكروانيوريزم تعمل الكونجييتا اللي هو بريانيوريزم مرفان سندروك ده بتعمل يبقى دي اللي غلط دي هي اللي غلط اه وهو اشهر حاجة جمان اه و هو اشهر حاجة جمان احنا هنا اتكلمنا زي ما قلت لكم في السؤال من شوية ان احنا كان عندنا في سؤال سبعة افتيارين موجودين سي و اي وكانوا ينفعوا الاثنين لو كل واحد فيهم لوحده في سؤالك. في كده يا شباب بنكون خلصنا الانسرز حتى ايه كمان. مش هجر بالنا بقى. خلصنا الامس بيو بتاع الخمس محاضرات. حتى اللي مش مذاكر كويس. الاسئلة دي بتتكرر. دي اسئلة امتحانات واسئلة فورماتيب. واسئلة الباثولوجي في البلوك ده بتتغير. فاتمنى ما يكونش في سؤال من الموجود في المذاكرات دي واقع. وحتى نلتقي في فيديو القادم لكم مني. الف تحية. وبالتوفيق ان شاء الله في الامتحان.